نيجي دلوقتي بقى الآخر حاجة هي صحة ولا غلط وصحة ولا غلط النهاردة بنقولها دايماً فيهاية سؤال صحة ولا غلط ضرب الأكل في الخلاط عشان يبقى زي المية كده للأطفال في الشهور الأولى والإجابة ببساطة شديدة جداً أنه في الشهور الأولى صح أن الأكل يتضرب قوي ليه؟ لأن احنا بنعتمد على منعكس البلع يعني بنحط للطفل الأكل طبعاً هنا بتكلف الشهور الأولى بعد الشهر السادس لأن الأكل ما بنبتديش نبديه للطفل إلا بعد الشهر السادس خلاص؟ فالشهور الأولى دي مقصود بها من السادس وإحنا طالعين يعني تمام؟ بنحط الأكل على لسان الطفل فالطفل بيبلعوا على طول من خلال منعكس اسمه منعكس ريفليكس يعني منعكس البلع عشان كده أقول لكم أقول لكم ما تخافوش لما بنحط الأكل على فبق الطفل وهو كده كده بيبلعوا حتى لو قاعد يحركوا كده بس هيبلعوا في الآخر تمام؟ طبعاً لو خرجوا ما فيش مشكلة أن احنا بندخله له تاني بالمعلقة أو بندخل غيره تمام؟ طيب لكن كل ما الطفل بيجبر شوية بنقلل الضرب ده شوية وده اللي احنا بنسميه السمي صالد خلاص؟ يعني شبه الصلب يعني في المراحل الأولى خلينا نقول إيه؟ إنه من 6 إلى 12 من 6 شهور إلى 12 شهر يعني لغاية السنة الأولى آه صح إن الأكل يتضرب ويتهرس كده خالص وبتاع بس مش لازم زي المية يعني ده أنا بس بقول التعبير الدارك بس يتهرس جامد آه يتهرس كويس قوي لما نجيب مثلا تفاحة مسلوقة ومهروسة ولا جزرة ولا كوسة ولا حاجة في الأكل آه صح إن احنا نهرسه قوي لأنه الطفل لسه ما عندوش آليات المضغ لكن بعد السنة الأولى إن شاء الله بيكون ظهر أي أسنان يعني تمام؟ خلاص؟ بيبتدي الطفل مش معنى كده بأن احنا ننقل على طول لا يبقى مضروب بس مش مضروب بنفس القوة الأولانية يبقى فيه كده يعني بعض الحاجات اللي احنا هنحسها اللي احنا لما نديها للطفل يبتدي هو يحرك لسانه ليه؟ لأن احنا دي بتكون مقدمة لتمرين الطفل أو لتدريب الطفل على آلية المضغ باستخدام اللسان الطفل في الأول بيمضغ بلسانه مش بأسنانه خلاص؟ بعد كده بيعرفين للأكل من اللسان ناحية السنان اللي طلعه ويبتدي إن هو يمضغه طبعا بعد السنة التانية الطفل بيأكل بقى الأكل يكون طري بس ما يكونش مضروب بقى خلص عشان كده فيه أمهات غلط طبعا الأمهات يفضلوا على نمط الأكل المضروب ده يقولوا بنضربه في الخلاط أو بالكبة أو بتا ده غلط بعد السنة التانية احنا قلنا هو من 6 شهور لـ 12 شهر يبقى مضروب كويس قوي من 12 شهر لـ 24 شهر يبقى السيمي سولد سيمي يعني نصف سولد يعني صلب يبقى نصف صلب وصلب هنا مقصود بأنه يكون متماسك يعني بعد كده بيكون طري ومضهي كويس قوي بس ما يكونش بقى مضروب خالص ترجمة نانسي قنقر